أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أهمية تنمية مهارات الطلاب والطالبات وإكسابهم أدوات المعرفة والتأمل والإبداع لافتا إلى سعي وزارة التربية الدؤوب لأن تكون مدارسها أكثر قدرة على تنمية هذه المهارات وقال الفارس بمناسبة بدء انتظام الدراسة بدوام المرحلة الثانوية يوم غد إن التعليم الحقيقي يعتبر أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا حق الطلبة في تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والوسائل اللازمة لنجاحها آملا دعم الهيئات والمؤسسات الوطنية لنظيرتها التعليمية للارتقاء بمستوى أفضل لجميع الطلبة ولفت إلى حرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الاهتمام بالتعليم باعتباره الحصن الذي يحمي شبابنا في مواجهة الأفكار الهدامة